السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الأربعة ستة تسعة أيلول سبتمبر القمر اليوم موجود في برج الجوزاء ورح يظل موجود في برج الجوزاء لغاية الساعة أربعة وتسعة وخمسين دقيقة من صباح يوم الجمعة لينتقل بعديها لبرج السرطان القمر بما أنه موجود في برج الجوزاء فهو الآن موجود في منزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع كاستخراج السموم وغيرها ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد يعني حاولوا قدر الإمكان تستغلوها في الأمور اللي لها علاقة بالعلاجات أما من ساعة الساعة أربعة صباحا من صباح اليوم الأربعاء القمر رح ينتقل إلى منزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول بما أن القمر موجود في برج الجوزاء معناته في خلال هذا اليوم مننشط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة يبيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية يبيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة قال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا أيضا لانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو لانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم عنا مجموعة كبيرة من الزوايا الفلكية أول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين زحل وهي راح تكون في تمام الساعة وحدة وتسعة وأربعين دقيقة فجرا بتوقيت جرينيج فمن واجه مصاعب عرقيل بتطلب مننا إن نبذل جهد لن نتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوظ بيفتقر البعض الشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجو للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر وبتجعل عزيمتنا ضعيفة ومنكون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة وميالين للإكتئاب أو للكآبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية راح تكون بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية راح تكون الساعة سبعة وأربع واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج نتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للإهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهذا الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين عطارد اللي بيتراجع طبعا هاي الزاوية بدأ تأثيرها يوم واحد تسعة ومستمرة بتأثيراتها ليوم عشرة تسعة طبعا ذروتها اليوم ساعة 11 وثمان دقائق صباحا بتوقيت جرينيج بتعزز قدرتنا أو قدراتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب تعذر علينا فهمه بالسابق وبيزداد التوجه لإجراء الاتصالات والتنقلات أو السفريات الضرورية وبيجلبنا الحيوية والنشاط وبيزيد من قدراتنا العقلية هذا الاتصال مناسب للنجاح بالامتحانات نجاح أدبي مشاريع حالية ولكن ما لازم نعتمد على الحضود يجب علينا أن نركز بشكل جيد على أهداف محددة هذا الاتصال لأنه عطارد برضو يتراجع غير مناسب للأسفار وعلاقات الصداقة أو الزواج بدل على نشاط أكثر في الميدان الإعلامي والصحف حول أعمال وإنجازات الحكومة أو الملك أو الرئيس ممكن تقوم الحكومة في هذه الفترة بإجراء اتصالات أو مفاوضات أو شراكات أو اتفاقيات مع بعض الدول والاهتمام المتزايد لحكومة ما بميدان التعليم أو التدريس أو تطويره أو محو الأمية والاهتمام بشؤون الشبيبة هذه الفترة تشهد ثير من الحركة على شبكة الطرقات ووسائل النقل والمواصلات ورواج أكبر لقطاع النشر والتأليف والمعلوماتية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين الزهرة هذه الزاوية رح تكون ساعة سبعة وخمس دقائق مساء بتوقيت غرينج بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم وبتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين عطارد هذه الزاوية رح تكون ذروتها ساعة ثمانية وخمس واربعين دقيقة مساء بتوقيت غرينج بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي الطباع هذه الزاوية هي مصدر للتوتر خصوصا للأشخاص اللي بكونوا متعبين وبرضو بتزيد من الأحمال اللي ممكن نتعرضنا لبعض الحوادث وما منحسن التحكم في أفكارنا وكلامنا وذاكرتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين الشمس يعني أصبح الآن القمر اللي هو الربع الأخير نصف بدر لآخر مرحلة هاي الزاوية رح تكون الساعة عشرة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت غرينج طبعا بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين تجعلنا قلقين ومتشايمين ومتقلبين ومتزيد من الصعوبات مع الجنس الآخر بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسي خلال هذا اليوم عنا الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنابيب الشعب الهوائي والرئتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية ونظام التبادل اللي هي الشعيرات الدموية هي نفسها نظام التبادل طبعا هاي الأعضاء ما بنصح لإجراء أي عمليات جراحية لإلها إلا إذا كانت اضطرارية جدا ولكن ممكن مراجعة الطبيب أو إجراء بعض الفحصات لإلها خلال هذا اليوم بالنسبة لباقي أعضاء الجسم طبعا يعني يصلح للعمليات الجراحية ما في أي مشاكل ولكن يعني ما بنصح أنا بالمغامرة لأن القمر زي ما حكينا ربع بدر فعشان يعني إذا كانت اضطرارية جدا يصلح هذا اليوم دائزالة الشعر الزائد بالليزر أو بالمواد الطبيعية ولكن الفترة هاي برضو ما زالت لا تصلح لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة إلا إذا كانت اضطرارية يصلح هذا اليوم لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه موجود في برج الجوزاء في خلوه مسار يوم الغد يعني رح يبدأ الساعة عشر وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينج ورح يستمر حتى يوم الجمعة يعني لغاية الساعة أربعة وتسع وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج لينتقل القمر بعدها لبرج السرطان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المربع الأخير عمر واحد وعشرين يوم في تمام الساعة ثمانية وعشر دقائق مساء بصير عمره اثنين وعشرين يوم نسبة الإضاءة خمسين في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل يوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات فعشان هيك بتكونوا تفاوضوا بثقة وجراءة وتحاولوا الدفاع عن مواقفكم وقضيتكم ولكن بتكون تتجنبوا الكلام اللاذع ممكن ما ترتاح بسبب أنه كثير عندك مشاغل اليوم أو بسبب كثافة العمال باكر لعملك وما تعرض نفسك للإرهاق اليوم أنت بتتميز بنشاط عالي جدا وقدرة على إتمام أي أمر وقدرة على الإقناع عالي جدا ممكن تسمع جواب أو ممكن يكون في بعض المكاسب المالية أو تعزيز العلاقة مع الأحبة الأجواء جيدة حتى على مستوى الإلكترونيات والسيارات فبعضكم ممكن يهتم ببعض التصليحات برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ولكن بتجنبوا النفقات ممكن تهتموا لا الأوضاع المالية أو تخوضوا تجربة مهمة بتمتحن موقعكم وخبراتكم المهم برضو أنكم ما تجازفوا بأموالكم أو باستقرار وضعكم المالي تريتوا حتى تتوضح الأمور وما تبالغوا بمصاريفكم واحذروا من المنافقين أو النصابين أو المحتالين ورتبوا وضعكم المالي بشكل جيد في بعض موليد برج الثور ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة أو دعم مالي برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا عندكم قدرة عالية جدا اليوم على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها وبتكثر المشاريع وبتختلط الواجبات منها واجبات شخصية حاطفية مع الأهل مع الأقارب بالعمل ألا أنه في طاقة عالية جدا عشان هيك بدأك تكون جدي وموضوعي في تنظيم الأمور حدد أهدافك وأولوياتك وباستطاعتك استعادة الموقع وإنجاز الكثير من المتطلبات عليك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بناء للتعب منكم اليوم لأن القمر صار موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بدك تضاعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وتنتبهوا كثير لغذاكم وراحتكم طبعا عادة القمر لما بيكون في بيت المتاعب بشير لركود وتأخير في سير الأمور حاذروا من التراجع الصحي والمعنوي واستريحوا بعيد عن الأضواء ولا تختلطوا أعذار ولا تتهربوا من المسئوليات والمهمات يعني بتكوا تعملوا بشكل روتيني خلال هذا اليوم برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء اليوم نشاط اجتماعي عالي جدا ما بينكم بين أصدقائكم علاقاتكم عارفكم اجتماعيا وهي فترة مناسبة لطلب استشارة أو كأييد أو دعم أو واسطة أهم شيء أنك ما تبقى وحيد حاول أنك تشارك في مختلف الورشات والنشاطات بتستعيد حماستك وحيويتك وبتتكيف بسهولة مع الظروف والأحداث وممكن تشارك بفعالية معينة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بدكم تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل وحاول أنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ اليوم جيد لتعزيز العلاقات مع المسؤولين وأيضا للي بيسعى لترقي أو ترفيع أو أشياء من هذا القبيل اليوم ما رح تهدأ وطيرتك من كثرة الالتزامات ولكن ما تهدد سمعتك بالخطر ممكن تقلق بشأن لقاء أو وضع أحد أفراد الأسرة هذه فترة مثمرة ومهمة جدا ورح تكون أسهل وأقل إرباك إذا أنت كنت جاهز وحذر برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اللي بده يتقدم لا امتحان أو مقابلة ما بده يعتمد على الحظوظ نهائيا اليوم بده يستعد بشكل جيد رغم منها هاي فترة حافلة بالنشاطات والتنقلات والاتصالات والحوارات والسفريات والعلاقات مع الأجانب هي حتى على المستوى العاطفي ممتازة جدا ممكن تتلقى خبر من خارج البلاد أو من جهة أجنبية أو شخص مقيم في خارج البلاد حول تسهيل الأمور بتهتم بثقافة مختلفة الأمر اللي بيشجعك على الانضمام لنادي أو جمعية أو تخصص معين أو دراسة أو بداية تعلم لغة أو دورة تعليمية يعني عندك كثير من الخيارات الإيجابية اليوم برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا أدخلوا التعديل أو أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة لأنه اليوم التركيز كله على الأموال اللي معك شريك فيها دين، بنك، ضريبة، تأمين يعني هاي الأمور أهم شيء أنه ما تسمح لأي شخص بأنه يشكك بقدراتك لا تكون جارح بالكلام، بل فاوض بهدوء ودبلوماسية وكون حريص على حقوقك ممكن تتحسن الأجواء وتحصل على الفرصة المناسبة لتبرير أخطاءك ممكن تهتم بفواتير أو دفعات أو حتى مطالبي بحق لإلك مثل ميراث مثلا برج القوس بالنسبة لموريد برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة وتعتبر هاي الفترة فيها نوع من أنواع صعوبة لأن القمر موجود مقابلك تماما بتثقل خلالها الهموم والمسؤوليات أهم شيء أنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة وما تتسرع باتخاذ القرارات الأجواء جيدة على مستوى تعزيز العلاقة مع الشراكاء يعني مع الزوج الزوجي شراكاء العمل أشياء من هذا القبيل ولكن ابعد عن المشاكل قدر الإمكان لأنك أنت الحلقة الأضعف برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بتكونوا تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وبتكونوا تنتبهوا لصحتكم خلال هذا اليوم لأن القمر في البيت السادس يعني بيت الصحة وبيت العمل حاذروا من التراجع الصحي ما تسمحوا لواجباتكم بالتزامن أو بالتراكم كونوا أكثر تنظيما وأحسنوا إدارة الوقت بتجنبوا إثارة العداوات وخصوصا مع الزملاء بالعمل أو إهمال وضعكم الصحي خذوا قصة من الراحة وإهدؤوا كونوا عند حسن الظن وأيضا اللي بشعر بأي شيء غير اعتيادي يراجع طبيبه بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا وبتكثر عندكم التنقلات والزيارات أو الاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا بتصبح لأجواء أكثر سهولة اليوم إذا كنت جاهز لهذا الموضوع وانطلقت من ساعات الصباح بحركة ونشاط لأنه عندك طاقة عالية جدا ممكن تظهر لقاءات طارئة مع الإخوة أو مع أحد الجيران حاول أنك اليوم يعني تستغل كل وقتك لأنه اليوم هذا ممتاز عندك قدرة على الإقناع والحوار والامتحانات والعاطفة وأيضا تعزيز العلاقة مع الأبناء يعني بكل الاتجاهات الأجواء ممتازة برج الحوت من نسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر صار موجود في البيت الرابع فعشان هيك بتنهمكوا بيأمور إلها صلة بالبيت والعائلة أهمش إنه ما تتهربوا من المسؤوليات وإن كثرت نظموا وقتكم بشكل جيد تفادي لأي تقصير وحاول أنك ما تبخل على عائلتك بالعاطف أو النصائح يمنها هاي فترة مناسبة للارتباط العائلي أو الترابط العائلي أو التقارب العائلي ممكن تشعر بالانزعاج أو القلق حول مسألة شخصية يا خلاف داخل الأسرة يا إم أعطال منزلية بتطلب بعض المصريف عشان هيك حاول أنك تكون مارن جدا بدون ما تخلي أي شيء يستفزك هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء